السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل ملحق كتاب جنب لصف السلس سنوي العام الدراسية عشرين اربعة وعشرين. كمان ان شاء الله حل الاختبارات النهائية. الاختبار السادس. السؤال الاول فاينانشال سابورت اس ديزايند تو سابورت فارمرز وين سبيس اقار. الدعم المالي تم تصميمه لدعم المزارعين عند حدوث كده يبقى احداث اللي هي الكوارث الطبيعية. ديزاسترز اللي جابها لترديل. السؤال الثاني. it is very hard for unskilled workers to find space these days. من الصعوبة على غير المهرين او العمال الذين ليس لديهم مهارة ان يجدوا ايه هذه الايام يجدوا وظيفة. اللي جابه لترديل. السؤال الثالث. father always reads his favorite writer's space in the local paper. دائما يقرأ الوالد ايه المفضل او الكاتب المفضل للعمود المفضل له. اللي هو اللي هي الاجابة لترسي في الجريدة المحلية. السؤال الرابع. is the space source of information for most old people in our society. التلفاز هو المصدر المهيمن. كده عزين كلمة مهيمن او المسيطر. الاجابة لتربي على الكبار في مجتمعنا. الاجابة لتربي. السؤال الخامس. is an old well known story of often about brave people, adventure or magical events. هي عبارة عن قصة قديمة معروفة. هي عن نشر شجعان او مغامرة او احداث خيالية. legend. اسطورة لجابة لترديل. السؤال السادس. اينشتاين inspired generations of future scientistes. اه زي اه زي سيني نام of the verb inspire is. اينشتاين هو ملهم لاجيال العلماء في المستقبل. اه مراد في كلمة inspire. inspire يعني يلهم فبتسوي كلمة وشجع برضو الايجابة لتر ايه. بقى كده اشيل شكرا مش عايز حاجة. بقى كده السابع. because of the storm بسبب العاصفة the rescue team were unable to make an accurate space of the ships position. اه بسبب العاصفة فريق الانقاذ لم يكن لديه قدرة في التحديد الضقيق. determination. لموضع السفينة الاجابة لتربيه. بقى ان شاء الله السؤال التامن. most tourists say that visiting the national museum of Egyptian civilization one of the their most one of one of their most is in their visit to Egypt. موظم السياحين يقولون ان ازيارة مدحف الحضارة القومي المصري. هو اكتر ايه اشياء هما ظهروها في مصر باكتر اشياء رائعة او مزهلة او مبدعة. impressive. لجابة لترسيم. سيال التاسع. in most European countries are affected by the heavy snow. اه في معظم الدول الاوروبية. اه خدمات القطار بتكون ايه? بالنسبة للتأثير. اه بسبب السلوج الغزيرة. يبقى كده بتتأثر بشكل جدي او شكل خطير. seriously. لجابة لتربيه. السؤال العاشر. i put is based sugar on the fruit. i don't like sugar very much. انا وضعت شجر يعني سكر. اسمي غير معدود. هنستبعد. مني? بتيجي مع الاسماء المعدودة الجمع. متش بتيجي مع الاسماء غير معدودة. فيه برضو بتيجي مع الاسماء المعدودة الجمع. وقالت اللي بتيجي مع الغير معدودة. بس ماتش معناها كسير. وليت اللي معناها قليل. يبقى المعنى هنا اللي هيفرق. i put is based sugar on the fruit. انا اضع ايه من السكر على الفاكهة? i don't like sugar very much. انا اللي واحب السكر كثيرا. يبقى كده هو بيحط سكر قليل. يبقى الاجابة letter d a little. السؤال الحداشر. he enjoyed designing brightly space clothes. هو بيستمتع بتصميم الملابس الملونة. colored. الاجابة letter a. ملونة والزهي. السؤال اتناشر. new sources of energy space these days. كثير من مصادر الطاقة هذه الايام. الراحزنا هذه الايام. ومصادر الطاقة كده ببنية المجهول. ولي يعني تم تطورها. كده ببني المجهول. يبقى نحاس حاجة بتدل على المبني المجهول. المبني المجهول. المضارع مستمر. مضارع مستمر. في المبني المجهول. هذه الأيام بتدل على المدارج المستمر السؤال الثلاثاشر السؤال الثلاثاشر الساحب يقول هل النهاردة أجازة؟ كل المحلات مغلقة الصديق بيقول حسنا لو المحلات كلها مغلقة يبقى كده من المؤكد أنها أجازة كده استنتاج في المدارج يبقى ما استبيه من المؤكد أن الإجابة لترسيه حفاء الصفحان بقى إن شاء الله صلى الربعتاشر to give a result or consequence which linking word should you use in this sentence last week عايزين رابط هنا بين الجملتين last week الأسبوع اللي فات mary broke hair or mary قصرت زراحها وبعد كده عايز رابط she can't play tennis for a few months هي لن تستطيع أن تلعب تنس لشهور قليلة يبقى كده عندي السبب جاي وبعد كده النتيجة يبقى كده بينهم سو يبقى سو بيجاب لا سو بعدها النتيجة يبقى كده الأسبوع الماضي mary قصرت زراحها لذلك هي لن تستطيع أن تلعب التنس لبضعة شهور فاكده هلا سلة البسج جسل خمستاشر دي ستاشر بي سبعتاشر سي تمنتاشر اي تسعتاشر اي عشرين بي واحد وعشرين سي اتنين وعشرين دي تلاتة وعشرين اي اربعة وعشرين سي خمسة وعشرين دي ستة وعشرين بي سبعة وعشرين سي تمانية وعشرين دي تسعة وعشرين اي تلاتين سي بحكاية الترجمة ان شاء الله من انجليزية العربية واحد وثلاتين تلفزيون كوسيلة من وسائل الترفيه الأعلام الترفيهي يوفر فرصة متكافئة لجميع الطلاب الذين يعيشون في كل المناطق والحضرية في كل المناطق الريفية والحضرية التلفزيون كوسيلة من وسائل الاعلام التعليمي التعليم فيها لا انما انتر فيه لأ هنا تعليم ايه مستبعات نكمل به التلفزيون كوسيلة من وسائل الاعلام التعليمي يوفر فرصة متكافئة لجميع الطلاب الذين يعيشون في كل المناطق الريفية والحضرية التلفزيون كوسيلة من وسائل الاعلام التعليمي يوفر فرصة غير متكافئة لا ايها متكافئة يبقى كده لان معنى متساوي يعني متكافئ يعني في نهايات ايقوى. يبقى سيه مستبعد. رقم دي التلفزيون كوسيرة وسائل اعلام الترفية برضو لأهواء التعليمي يبقى دي مستبعدة يبقى اللي جابة ان شاء الله لتربيه. بقى ان شاء الله الترجمة اتنين وثلاثين. تعدى الحياة المدرسية جزءا مهما جدا من حياة الفرد لانها توفر فرصة للدراسة والاندباط. تعدى الحياة المدرسية جزءا مهما جدا من حياة الفرد لانها توفر فرصة للدراسة والتمرين يعني الاندباط او اه يعني كده بمستبعدة مش التمرين. تعدى الحياة المدرسية جزءا مهما جدا من حياة المدارس احنا انا عايز كلمة ايه للدراسة اللي هي الفرد يعني. فانا مش المدارس او الدارس. طب ماشي. وهنا لانها توفر فرصة للداء للدراسة والتوظيف دي وتوظيفش موجودة اصلا كده كده. ايه دي مستبع ده خلاص. اتوادي الحياة المدرسية جزءا مهما جدا من حياة العامل اي من حياة الفرد او الانسان. لانها توفر فرصة للدراسة والتنظيم حتى التنظيم غلط. يبقى كده دي المستبع ده يبقى ان شاء الله لترقيه. بقى ان شاء الله ترجمة تلاتة وتلاتين. كثيرا ما حلمت بالانضمام الى المنظمات الخيرية التي تعنى بمساعدة الفقراء حتى استطعت الانضمام لمؤسسة مصري الخير. ايه Uh يعني محبط. تمام? ايه باديات مش هتنفع. ايه مستبع دة. ايه اتشري ايبول ارجانزيشان زات از اه كونسيرن وز هل بنج سبور. سو زت سو زت يعني لكي برضو بمستبعة العيس الكلمة حتى لانتل زي اللي فودي. اي اوف اف جونين اتشري ايبول ارجانزيشان زات از انترستد انترستد يعني مهتمية بي. طيب ماشي وز هل بنج ساب فور انتل وز ابل تو جوين زي مصر الخير فوينديشن. اي انترستد غلط. المهم يعني فا اه وكمان وين لمستقبل? انا سوف لأ هنا بلا ما حلمت كده بها دي. بقى كده برضو دي مستبع ده. يعني غير ما نقرأ دي هي الصح ان شاء الله. بقى ان شاء الله هربعة وتلاتين. المشاركة الايجابية في البناء في كل المجالات هي افضل الطرق للوصول الى مجتمع متقدم. بوزيتيف اكتيبيشن ان ستركتشور soil في كل المجالات هي الهج当 صحيح ان ثم ي enforced ID. النابع aspetع كدهود اعتبر عملية في aluminية جهاز مص transmission في كل المجالات هي الهجر way to reach an advanced society. positive activation is construction in all in the best way is the best way to intend and an advanced society. ده اقولوا شوها بعض كتير يعني. positive activation مشاركة الايجابية في البناء. كده في البناء. كده عايز اسم. هنا structure. طيب in structure in all في كل المجالات هي افضل الطرق. هي افضل الطرق. اه is the best way to reach an advanced society. للوصول الى مجتمع اه متقدم. positive. اه بس اكتيفيشن يعني نشاط. هنا عايز المشاركة. اللي اه او شير. يبديد مستبع عدد دي خلاص عشان اكتيفيشن. كويس خلاصنا من واحدة. positive participation in construction in all اه اسبيكتس. انا عايز مجالات فلدس مش اسبيكتس. يبدي مستبع ده برضو. كويس. positive participation in construction in all. فلدس is the best way to reach an advanced society. كويس ادي. اه positive اكتيفيشن مشاركة برضو زي ايه. يبدي مستبع ده دي برضو. يبدي ان شاء الله الايجابة لترسيم. ان شاء الله. سؤال خمسة وثلاثين. why do you think joe was unbred when he visited pip in london? لماذا كان في اعتقادك لماذا جو كان متحرك عندما ظهر pip في لندن? joe seems anxious not to do or say. المفروض دي or or مش كده or مش بي or. or say the wrong thing and when he had breakfast with pip he coughed too much and troops food everywhere. هنا joe كان يبدو علي القلق حتى لا يقول كلمة خطأ او يفعل شيء خطأ وعندما تناول غدا الفطار مع pip. عندما تناول الفطار مع pip كان يسعى ولا او يقوح كثيرا واسقط طعامه في كل مكان. سؤال ستة وثلاثين. do you agree? do you agree? دي ممكن حد يقول نو ممكن يقول ييز والاتنين ان شاء الله صحيح تلما الجملة آآ كاملة يعني صح. do you agree that pip should trust mr jaggers? why why not? آآ هل في اعتقادك آآ هل توافق ان بيب آآ كان ينبغى عليه ان يصق ب mr jaggers? انا كتبت ييز ايوة نعم because he was a serious person لانه شخص جيت. شكرا السماعي.